ينضم إلينا من مدينة أوتاوى بكندا زهير الشاعر الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني سيد زهير بعد التحية إلى ماذا تشير كل هذه التقارير والأخبار الوردة من الداخل الإسرائيلي التي تتحدث عن خلافات واضحة ما بين المسؤولين الإسرائيليين وحتى خلافات عن الأهداف ما بين الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية هذا الأمر حقيقة يشير إلى الإخفاق الكبير الذي مني به نتنياهو وحكومته في هذه الحرب الهمجية أو هذا العدوان الهمجي على قطاع غزة حيث أنه لم يستطع أن يحقق أي من الأهداف المعلنة وإنما كانت النتائج عكسية حيث زادت ضغط من داخل إسرائيل على مستوى الرأي العام الإسرائيلي وأيضا على مستوى الرأي العام الدولي سورة إسرائيل أصبحت قبيحة للغاية هذا إلى جانب أن الإدارة الأمريكية لم تعد راضية عن أداء نتنياهو وأصبح هناك شبه تصادم بين الإدارة الأمريكية وبين نتنياهو وبالتالي يبدو أن هناك بات رغبة حقيقية لدى الإدارة الأمريكية باستبدال نتنياهو وبالتالي هناك استقطابات كبيرة باتت من جانب الولايات المتحدة للعمل على استبدال نتنياهو ونتنياهو في تقديري أنه يدرك هذا الأمر جيدا وبالتالي يحاول أن يضمض جراح أو يضمض هذه الشروخ الكبيرة التي تحدث في داخل الحكومة الإسرائيلية إلى جانب محاولة كسب الوقت قدر الإمكان ولكن في تقديري أن نتنياهو يعني يواجه أمور صعبة للغاية داخل اقتلافه حيث أن بعض استطلاعات الرأي أثبتت اليوم أو تشير اليوم بأن لو حصلت انتخابات اليوم نتنياهو سيحصل على نسبة متدنية بنسبة 19% مقابل منافسه الذي سيحصل على 32% وهو يحظى عمليا بتأييد على ما يبدو من الإدارة الأمريكية التي ترغب حقيقة باستبدال نتنياهو لأن هذه الحرب باتت مكلفة لإسرائيل عمليا على مستوى الرأي العام وباتت تحرج أيضا الولايات المتحدة الأمريكية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وخارجها وأيضا تحرج هذه الإدارة الأمريكية أمام الرأي العام الأمريكي الذي بدأ يضغط على الإدارة الأمريكية وفي تقدير أنه سيتسبب في نوع من لربما تهديد لانتخاب الحزب الديمقراطي أو لفوز الحزب الديمقراطي مرة أخرى في الانتخابات القادمة يعني أيضا كيف تضاف أو إلى ماذا تضاف هذه الخلافات في الداخل الإسرائيلي على أي من الضغوطات الأخرى يعني هناك تقارير تشير أيضا إلى ضغوطات اقتصادية وضغوطات ديبلوماسية حيث أن هناك يعني انعزال ربما ديبلوماسي ودولي بالنسبة لإسرائيل وبالتأكيد بطبيعة الحال أيضا الولايات المتحدة الأمريكية بعد الكثير من المحاولات الديبلوماسية لوقف إطلاق النار التي فشلت إذن ما هي طبيعة الضغوطات التي تضاف إلى أيضا الخلافات الداخلية في السياسة الإسرائيلية يعني كثير من أصوات الرؤساء العالم باتوا يصفون ما يحصل في قطاع غزة من عبادة جماعية وعمليات تجويع غير إنسانية حقيقة باتوا يرفعون صوتهم عاليا وهذا يمثل ضغطا هائلا على إسرائيل إلى جانب أن إسرائيل كل يوم تمضي فيه في هذا الحرب يمثل خسارة اقتصادية هائلة على إسرائيل إلى جانب أن الناحية الأمنية في داخل المجتمع الإسرائيلي أصبحت شبه معدومة ولا تنسى أيضا أن الحالة الأمنية في الضفة الغربية بدأت أيضا تضغط على إسرائيل أكثر وبالتالي هناك مخاوف كبيرة من أن تنفلت الأمور وتصبح الحرب على قطاع غزة بشكل أوسع وهناك تخوفات كبيرة من أن لا يتم وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان وبالتالي تكون الأمور أو هناك تكون فرصة أكبر لمخاطر أكبر لتوسع هذه الحرب وبالتالي لربما تصبح السيطرة على هذه الحرب وحصرها فقط في قطاع غزة يكون بالغ الصعوبة وبالتالي هذا يمثل ضغوطات هائلة ليس على إسرائيل فقط وإنما على الولايات المتحدة الأمريكية وعلى حلفائها الغربيين في المنطقة وهذا أيضا لا تنسى أنه يمثل عبءا اقتصاديا وتجاريا على الولايات المتحدة وحلفائها خاصة أن الحوثيين لا زالوا يمارسون ضغطا على هذه الدول من خلال استهداف السفن والقيام ببعض الممارسات التي تعرق للملاحة في تلك المنطقة وبالتالي هذه الأمور جميعها بالتأكيد أنها تؤثر على سواء إسرائيل أو على حلفائها الذين كانوا يدعمونها ولازالوا عمليا يدعمونها في هذه الحرب الهمجية التي باتت تحرج الجميع ولم تحرج حتى اللحظة نتنياهو الذي يعمل فقط من أجل نفسه حتى على حساب شعب إسرائيل وعلى حساب حكومة إسرائيل وعلى حساب إسرائيل نفسها نتنياهو يعمل فقط لنفسه لينجد أو لينقذ نفسه من ضياع مستقبله السياسي وتعتقد متى يمكن أن يصل نتنياهو إلى المرحلة التي يعني يواجه فيها انعزال تام ليس فقط من العوامل الخارجية ولكن أيضا من الجانب الداخلي الإسرائيلي وما هي النقطة التي ربما تصل بنتنياهو إلى المرحلة النهائية في مصاريه السياسي هل هي فتح جبهات أخرى أم استمرارية الأوضاع الحالية عمليا فشل نتنياهو في تحقيق أهدافه في قطاع غزة هذا سيكون أهم الأسباب التي ستؤدي إلى ضغط المجتمع الإسرائيلي على نتنياهو وزيادة المطالبات باستقالته أو خروجه من الحلبة السياسية إلى جانب ضغط الولايات المتحدة التي باتت ترفع صوتها عاليا في الانتقاد لنتنياهو ولربما أن هناك الخلافات بدأت تطفو إلى السطح ما بين نتنياهو والإدارة الأمريكية سواء من جانب رئيس جو بايدن نفسه أو من جانب نائبته التي انتقدت إسرائيل بالأمس بشكل واضح وصريح وأيضا بجانب المسؤولين الأمريكيين الأمنيين الذين باتوا يحذرون من أن نتنياهو قد يأخذ الوضع إلى صراع أكبر وهذا سيكون بالغ الخطورة في هذه المرحلة سواء على إسرائيل أو حتى على حلفائها الغربيين الذين لديهم تحديات كبيرة توجههم سواء من النحية الاقتصادية أو حتى من النحية الأمنية في أوروبا خاصة فيما يتعلق بالملف الصراع الأوكراني الروسي والذي بات يؤرق عمليا الحلفاء الغربيين والذين يرغبون حقيقة بوقف فوري لإطلاق النار خاصة أن أيضا الرأي العام الداخلي في داخل هذه الدول بات يضغط على هذه الحكومات وبالتالي هذا ينعكس أيضا على الداخل الإسرائيلي وعلى ضغوطات هذه الدول على إسرائيل وعلى حكومة ناتنياهو والذي لن يستطيع أن يستمر في هذا التعنت وهذا الصلف أمام التحدي المجتمع الدولي إلى ما لا نهاية إذن إذا حدثت بالفعل هذه الهدنة وتمت في الفترة القادمة وخلال شهر رمضان ما هي النقاط التي ربما تبني عليها هذه الهدنة وتستمر في خلق تسوية سياسية ومحادثات إضافية لنقاش ما بعد هذه الحرب يعني هو في حال أن تم التوصل إلى هدنة حقيقية ولربما أن هذا الأمر لا زال مستبعدا حقيقة في خلال الأيام القادمة بالرغم من الجهود المصرية والقطرية الكبيرة التي تبذل وبرعاية أمريكية من أجل أن تحصل هذه الهدنة إلا أن نتنياهو لازال يراوغ ويريد أن يفشل هذا الأمر لأنه يدرك أن هذه الهدنة ستغير الكثير في المشهد داخل إسرائيل ولربما أن يحصل خلال الستة أسابيع إعلان عن انتخابات مبكرة تطيح بنتنياهو وتطيح بحكومته ويبدأ على أن تحصل عمليا العمل اتجاه الحل السياسي الشامل الذي يعتمد على حل الدولتين ولكن في تقديري أيضا أن الأمر الأهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وبالنسبة للدول الغربية وهذا هو موضوع الرهائن أو إخراج الرهائن من قطاع غزة ولكن سيبقى ملف القضاء أو الرغبة بالقضاء على الفصائل القلسطينية المسلحة في قطاع غزة ستبقى أولوية بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها وبالتالي في تقديري أن الأمور لن تكون سهلة كما نظن أو كما نعتقد ولكن نتمنى أن تسير الأمور على أقل تقدير أن يكون هناك هدنة إنسانية في المرحلة القادمة قبيل البدء بشهر رمضان حيث أن هناك خشية كبيرة من انفجار الوضع في القدس وبالتالي هذا سينعكس على الضفة الغربية ولا ربما على الساحات القريبة من فلسطين ولا أحد يدري إلى أين ستذهب الأمور حينها نعم سيد زهير الشاعر الكاتب والباحث السياسي كنت معنا من كندا وبالتحديد من أوتاوة شكراً جزيلاً لكا